طيب دكتور أحمد خليني أتوقف مع حضريك عند نقطة مهمة حضريتك تفضلت بيها وهو الجزء الخاص بهوية مصر أو ثقافة المصريين ووعيهم الديني وتكلمنا عن الجزء الخاص بالوسطية وأننا يعني هذا طبع المصريين الوسطية مع دخول طيارات مختلفة ودخول أفكار مختلفة بترى أنه تسلسل التراث المعرفي الوسطي الديني بالنسبة للمصريين اختلف كثيراً ولا بنجد حالياً أنه لا يزال موجود لكن كان عليه غمة أو ضباب ما إنجاز التعبير والله والحمد لله ما زال موجود وفعلاً جيه وقت كبير الغمة يعني كانت موجودة وصراعات وطيارات فكرية مختلفة ولكن يعني بفضل الله الطبيعة المصرية تغلبت على زي الغمة يعني الناس كثير حاولت بكافة الوسائل بقى مادية ماشي نشر مطويات وكتيبات اتهام التصوف بأنه نوع من يعني وصلوا للشرك ولعزو الله والكفر اتهام رموز الصوفية يعني في أكتر من كده اتهم سيدي أحمد البدوي وش معنى سيدي أحمد البدوي أشهر شخصية صوفية اتهم بالتشيع تب ليش معنى الشخصية دي اتهم بالتشيع ولما يكره المصريين في أكبر الأولياء دائرة المعارف قالت على سيدي أحمد البدوي أول كلمة بعد اسمه كده هو أكبر أولياء مصر ولقد امتاز بفلسفة صوفية تأسست على الكتاب والسنة وده مرجع يعني مرجع إسلامي وسطي يعني مش هنقول مثلا اللي عمله أهل التصوف لا أسست الحضارة الأكاديميين بيترخوا الأهل مصر وعلماء مصر والأولياء مصر ذكر سيدي أحمد البدوي بهذه الصفة نيجي بقى الطيارات المتشددة تيجي تقول على هذه الشخصية اللي اشتارت في الولاية بقى هذه التهمة ولكن طبعا هو غراضهم إيه يكرروا الناس إذا كرهوا الشخصية رقم واحد من ناحية الشهرة في الولاية يبقى نجحوا أنهم يصد الناس عن بقية الأولياء